بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كان آخر مجلس من سلسلتنا هذه من مجالس شرحنا على كتاب معالم في طريق طلب العلم حول ما يتعلق بالزيارة لدى طالب العلم كيف تعوقه إذا لم يضبطها بضوابط ذكية يجمع بينها وبين عدم إهمال تحصيله العلمي ثم قال المؤلف جزاه الله خيرا إن بعض الأحبة يناقض نفسه بنفسه فتراه مدمنا على كثرة الخروج من منزله فإذا سمعت أسئلته عاجبت منهم فعنده من الكتب الشيء الكثير فإذا سمعت سؤاله علمت أنه لم يزكي تلك الكتب بل ربما لا يعرف أسماء مؤلفها ولا شك أن تلك الزيارات التي ذهبت أدراج الرياح هي سبب مهم في هذا الجهل إلا من رحم الله انتهى كلامه ذكر المؤلف هنا عدة نقاط مهمة في حياة الإنسان المهمل يحرم فيها خيرها ويعمى عن فضلها بسبب ما يهدره من وقت خارج بيته من زيارات منفلتة غير مجدولة ولا مضبوطة وهنا ذكر حال بعض الطلاب لهذا وصفهم بالتناقض فقال يناقض نفسه بنفسه وجه التناقض أنه نذر وقته لله كي يكون طالب علم وفي نفس الوقت هو يهدر وقته خارج البيت باسم الزيارات والأصل في الطالب العلم خاصة أن لا يضيع شيئا من وقته إذا تمكن من ذلك لأنه يعلم لو أن الله يعمره في الأرض عمر نوح أو آدم عليهما السلام فإنه لن يأتي على أقطار العلم كله فكيف وهو سيعيش عمرا صغيرا جدا جدا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي هريرة أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجاوز ذلك فلو اعتكف الإنسان على قراءة العناوين المؤلفة في فنون الشريعة فقط لمضت سبعون عاما ولم يكمل قراءة العناوين فضلا عن المضمون وقول المؤلف هنا فتراه مدمنا على كثرة الخروج من منزله هذه لفتة مهمة جدا على أن طالب العلم كثير الاعتكاف في منزله على العلم فهو ليس كالعامة الذين يقضون الساعات الطوال في المقاهي والنزه والسفر الاستجمامي ونحو ذلك وإنما تراه منكبا على كتبه وبحوثه وقد تراكمت أوراقها ومصادرها ومراجعها حوله وهو في وسطها منهمك في النظر إليها والكتابة منها ونحو ذلك ومن جميل كلام بن الجوز رحمه الله في صيد الخاطر قوله وليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات أفكارك انتهى كلامه فما من عالم إلا وله اعتزال واعتكاف في بيته طويل فلا يخرج إلا للحاجة كالاسترزاق والعبادة وصلة الرحم ونحوها ولقد أجاد أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله حينما قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أم لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابة صحبة لم أشك منها ربة ووداد لم يكلفني عتابة الكتب خير صحبة وهي أوفى من كثير من الناس باعتبار جوانب عدة وخير ما في الكتاب أنه يحفظ لك وقتك وبه تستثمره فيما هو نافع لا محالة وطالب العلم والعلماء يجدون لذة في ملازمة البيوت لما في تلك الملازمة من إعانة على التعلم وتفرغ إلى التصنيف والكتابة وكانوا يرون أن العزة في هجر الناس لأن الإنسان لا يسلم من أذاهم وأكثرهم لا يعرف للعالم ولطالب العلم حقه ولهذا قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني رحمه الله ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جلسة ليس شيء أعز عندي من العلم فلا تبتغ سواه أنيسة إنما الذل في مخالطة الناس فدعهم وعيش عزيزا رئيسا فجميع أصناف الناس العالم مستغن عنها وعن صحبتها فالملوك والسلاطين والمسؤولين صحبتهم تثير غيرتهم وحسدهم فقد اعتادوا على استصغار من هو دونهم فإذا لم يعتز العالم بعلمه عليهم فيجانبهم ويعتزل استصغروه واستخفوا به لا سيما إذا خالفهم وقل مثل ذلك في الأغنية صحبتهم تثير الكآبة واستعظام الدنيا فقد يميل الطالب إلى ما لديهم فيغبطهم ولربما استبدل العلم ولذته بالسعي خلف الدينار والدرهم والعامة أمرهم أسوأ لا سيما اليوم فهم لا يهتمون بالعالم وبطالب العلم فمصاحبتهم مجلبة للطعن في سمعة المتعلم وقد قيل لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب توحشت من الناس جدا فلو تركت لزوم البيت بعض الترك وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفع الله بك فمكث ساعة ثم أنشدهم قائلا إن صحبنا الملوك تاه علينا واستخفوا كبارا بحق الجليس أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس وصرنا إلى عداد الفلوس فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس وفي قول المؤلف عن هذا الصنف المكثر للخروج وفي نفس الوقت يدعي الطلب فإذا سمعت أسئلته عجبت منه وذلك لأن له زمن طويل في ادعائه للطلب فكثير من الطلاب له سنوات طويلة يظهر فيها أنه يطلب العلم فإذا سمعت سؤالا له عجبت وقلت في نفسك أمثل هذا يصدر منه هذا السؤال فمثلا شخص يدعي طلب العلم ثم يسأل ما معنى المذهب المالكي أو يسأل عن الكتب الستة فيقول لك قرأت كتابا لشيخ أو سمعت إماما أو شيخا يقول وهذا الحديث رواه الستة فما معنى الستة؟ يعني كيف لطالب العلم وقد مضت عن بداية طلبه سنوات ألا يعرف مثل هذا فما ذكره المؤلف هنا حق والله ونحن نسمعه ونشاهده في كل يوم وفي قول المصنف فعنده من الكتب الشيء الكثير فإذا سمعت سؤاله علمت أنه لم يزكي تلك الكتب بل ربما لا يعرف أسماء مؤلفيها نعم وكما رأينا من أناس قد اتخذ مكتبة عظيمة في بيته فقط للزينة وهذه عادة في الكثير من الناس أن يشتري كتابا ولكن لا يدري لماذا اشتراه ولا كيف اشتراه ثم يضعه في مكتبته ولا يجعل له جدولا ولا خطة ولا منهجية والواجب على الإنسان أن يشتري الكتب لحاجته إليها وإذا حصل كتابا لا بد أن يجعل له خطة يقرأه بها أو يرجع إليه متى نسب ذلك الشيء وقوله لم يزكي تلك الكتب أي بقراءتها والنظر فيها فتسمع سؤالا له يقول فيه يا شيخ هل يجوز أن أتوضأ بماء تغير بالصابون نوعا ما وفي بيته الروضة الندية في شرح الدورر البهية لمحمد صديق خان رحمه الله أو تجده يسأل مثلا فيقول يا شيخ هل القبض في الصلاة واجب؟ وفي مكتبته كتاب صفة صلاة النبي للألباني رحمه الله فهذا دليل على أن كتبه التي في بيته لم يزكها ولم تزكه ومن ذكاء بعض الطلاب أن جعل لنفسه فهرسة لمكتبته حيث أنه كلما اشترى كتابا دونه في دفتر وذكر بجنب عنوانه المؤلف ومضمون الكتاب في الجملة ثم ينظر في هذا الدفتر كل مرة فإذا صادف حاجة علم أن الكتاب الفلاني يتضمن الكلام عنها فيرجع إلى مكتبته ومن باب العدل والإنصف وحتى لا أنسى هذه النقطة نقول إن امتلك الكتب في حد ذاته قربة وعبادة إذا صحت نية مالكها وإن لم يقرأها فقصار أحواله أنه يموت ويأتي من ينتفع بها بعده فيأخذ أجره وهذا إذا صحت نيته ثم عاد المؤلف وذكر لك سبب هذه المظاهر السيئة في بعض المنسوبين لطلب العلم فقال ولا شك أن تلك الزيارات التي ذهبت أدراج الرياح هي سبب مهم في هذا الجهل إلا من رحم الله فالزيارات المنثلتة يا إخواني التي تكلمنا عنها في المجالس السابقة هي سبب لهذا الجهل القتال ولهذه الأوقات المهدرة التي من المفترض أن تصرف في الكتب قراءة وبحثا واستفادة نقتصر في هذا المقام على هذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر